كوكو كبيدات كديري اللي بس عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال جيدة اليوم ان شاء الله بإذن الله كيف كتشوفوا معايا غادي نشارك معاكم بسيطلات كيجيو غزالين بزف بزف مالحين بتجاج مالحين ماشي حلوين ما كان ديرش فيهم اللوز كان ديرهم بالفرماج صراحة كيجيو بنان لنا البنت هنا يدرت واحد جوج ديال ريوسة ديال بسلا متوسطين تلحاجم هموا واحد ثلاثة ديال البسيصة ديال تومة ودرتهم في الهاشور وفرمتهم مزيان حتى ولولي يرقق كيف كتشوفوا معايا وجديتهم درتهم في هات تنجرة هات تنجرة هادي وغادي نضيف عليهم شوية ديال زيت الزيتون واحد جوج معلقة كبار وواحد المعلقة ديال زبدة وواحد شوية ديال الملحة وغادي نبدأ كنحرك المكونات ديال لي حتى تشحر لي هاتيك البصيلة وتنزل كيف كتشوفوا معايا في الفيديو من بعد غادي نضيف عليها صدر ديال الجاج بنسبة لصدر ديال الجاج كتبقى الكمية على حسب كل واحد هنا يا انا درت صدر ديال الجاجة ومغسول يكون مزيان البنات باش ميعتناش ديك الزفورة ويخسرنا الحشوة ديالنا ضروري يكون مغسول ومن الاحسن فاش تغسلوهم مزيان تديروه في المجميد وتخليه واحد ليلة كاملة من بعد عاد تخدمو به ضفت واحد المعلقة صغيرة ديال السمن وضفت واحد راس معلقة صغيرة ديال تومة بودرة والبصلة بودرة عندي انا البصلة رقائق ممكن تديرو بودرة بحل بحل تهي واحد معلقة صغيرة غير ممتلئة من كل حاجة واحد معلقة صغيرة غير ممتلئة من الخرقوم عرق واحد شوية ديال البزار راس معلقة البزار ما تكتروش وواحد معلقة صغيرة ديال سكين جبير واحد الرشيشة ديال القرفة تقريبا راس معلقة صغيرة حتى هي ما تكتروش منها باش ما تتعطيناش داك الماضاق ديالها اللي قاصح وغادي نزيد شوية ديال الملحة حين تفلو والدرت غير واحد القباسة دابا غادي نضيف واحد شوية عو تاني كيف كتشوفو غادي ندير واحد نصيس ديال طويمة ديال زعفران زغبة إلا متوفر عندكم زعفران زغبة ديروا واحد جوج ديال الزغيبات أو لثلاثة أنا ما متوفرش عندي ودرت هاد الضويمة وخا كتعطي داك اللي نصفر بزف ولكن كتعطي واحد للتزوينة صفي غزلاتي هادو هما المكونات أو هادو هما التوابين اللي غادي نحتاجوا غادي نحرك هاد المكونات ديالي مزيان حتي تشحر لي هادك الدجاج وتعاو تنزل لي هادك البصيلة مزيان مزيان كيف كتشوفو هنا يدي رام على نار متوسطة مهم غادي نبقى كنحرك وكنقلب في هادك الدجاج مرة مرة كنقلبو باش باش يتشحر ليه كيف كتلكم صفي من بعد ما غادي نحس به تشحر وهاديك البصيلة حتى هي دابتلية أو لنزلات غادي نمرق تقريبا غادي ندير واحد كاس عنبا ديال الماء ما تكتروش لماء بزاف بزاف البنات باش ما تبقاش لك حينت الدجاج ضغيه كي طيب وباش ما تبقاش لكم هادك الحشوة ديال كميها ديرو غير واحد الكويس ديال الماء ومن بعد الى طليتو على الدجاج ولكتوه ما زال ما طيب وبدأ كينشف معاكم زيدو واحد نصيس كاس صفي والعافية تكون على المهل باش يطبع لها خاطرو ويتشرب لنا دوك التوابل صفي دابا غادي نسدى للتنجرة ديالي وغادي نخلي حتى يطب لي الدجاج كيف قلت لكم ومره مره بدو تطلو عليه باش تشوفو واش خاصو الماء بدك ينشف او الليلا صفي غزالاتي دابا غادي نشوف الدجاج ديالي غادي نحسبين طاب هنا را طاب غادي نحيدو من هادك المارق كيف كتشوفو غادي نحيدو نديرو في شط بيصل وغادي نخلي هادك المارقة ديالي حتى تشرب ليا مزيان مزيان ومن بعد غادي نضيف لها البيض بالنسبة لبيض كتبقى على حسب الكمية شحال درتو ديال البصلة او ليش حال درتو ديال الدجاج الدجاج والبصلة بجوجهم حينتي لازدو الدجاج غادي تزيدو حتى البصلة ممكن تديرو حتى الخمسة ديال البيضات انا هنا يا درتو في الاول حتى تشربت لي كيف كتشوفو هادك المارقة من هادك الماء عاد ضفت واحد جوج بيضات ومن بعد مع التحريك كنبقاو على نار مجهدة كنجهدو البوطة وكنبقاو كنحرقو مني كنضيفو البيض ضروري ما تجهدو البوطة باش يطيب لكم بسرعة وما يبقاش هكاكم كبد صافي غزالتي من بعد ما كت ما ضفت هادوك جوج بيضات بنت ليا الحشوة ديالي ما زال ما عاقداتش مزيان وخصها تكون عاقدة زدت واحد البيضة اخرى يعني ثلاثة ديال البيضات اللي درت وغادي نبقاو كنحررك مزيان مزيان كيف ما قلت لكم ضروري ما تحريك حتى كنحس بهذاك البيض ديالي طاب مزيان وصافي وكنحصل على واحد الحشوة اللي كتكون عاقدة ما كتكونش جارية وكنحس بهذاك البيض طاب ليا صافي غزالتي من بعد غادي نمشي غادي نفرتت هادوك الدجاج مزيان غادي نفرتو وغادي ندير واحد الكمية اه في هذه الحشوة ديللي او في هذه العقدة ديالي غادي ندير واحد الكمية ديال الدجاج وغادي نخلي واحد الكمية اخرى اللي غادي نبقاك ننضيفها في البسيطلة باش يبن هاذاك الدجاج اه في البسيطلة صافي غزالتي غادي نخلي هاد هاد الحشوة اه باHay смыс غادي نديرها في واحد تباسل ونخليها حتى تبرد لي moo مزيان ضروري تخليوها تبرد باش ما تقطعش لكم الورقة ديالكم وصفي دبا غادي كيدا تشوفوا راكا تجي بنينة بنينة بزافة لبنات ما نعودش لكم على واحد لبدا وحتى الريحا كتعطي يا سلام بنينة دبا هنيا غادي ندوزون عمرو البساتلس ديالنا هنيا الخلطة السحرية اللي دائما كنشاركها معاكم فاش كنبغي نخدم بالورقة هي الزيت النباتية كنضيف عليها واحد المعلقة صغيرة غير ممتلئة ديال تحميرا وكنضيف عليها واحد معلقة صغيرة غير ممتلئة ديال توما بودرا وكنحرك هاد المكونات ديالي كاملين حتى كي نسجموا لي هنايا عندي الفرماج حمر مبشور وعندي هنايا الحشوة ديالي بردات مزيان وعندي دكتجاج اللي فرتت هنايا بالنسبة للورقة كتكون ضايرة غادي تقطعوها على جوج ودك النص غادي تقطعوه حتى وعلى جوج باش تحصلو على واحد المثلاتات على هاد الشكل هاكا يعني كنقطعو الورقة ديالنا على ربعة صافي كنحصلو على هاد المثلاتات هاد الطريقة هادي راه ساهلة باش ديرول بسطلات راه ما كيتحلو لكم موالو كي بقوهم جموعين وكي جيوا في المنظر زوينين وساهلة حتى المبتدئات اللي الله بيتعلمو راه ساهلة كيف كتلكم ها الطريقة كندهن بهديك الخلطة ديالي الورقة وكندير واحد الكمية ديال الحشوة من بعد كندير واحد الكمية ديال الفرماج حمر مبشور وكندير واحد شوية ديال ذاك الدجاج اللي مفرتت من الفوق وصافي كنجمع بحال هاكا الورقة ديالي كنبدأ نجمع الجوانب كاملين من بعد كنجيب عودتاني واحد المثلات اخر وكنحط في وسط منه هاديك كندهنو وكنحط في وسط منه هاديك البسطلة اللي قدينا اللولة وكنعود نجمعها بنفس الطريقة وصافي اغزالاتي كتجي الى هاد الشكل هاكا كندهنها بهديك الخلطة ديالي السحرية حينت كتعطينا واحد للدزوينة في الورقة وفي نفس الوقت كتعطي واحد اللي بي ينزوين في البسطلة صافي غاديمشيت بنفس الطريقة البسطلة ديالي كاملين كنتمنى الطريقة تكون واضحة وبينها غادينشد هادوك البسطلة نورك عليهم واحد شوية بيدية بحالة نقرسهم وغادينجيب واحد العود خشابي وغادينبدأ كنتقب هادوك البسطلة ديالي باش يدخليهم الطياب الداخل صافي غزالاتي غادينش الفران غادينشعلو على 300 درجة بنسبة اللي عندو ايتيمات 300 درجة الفوق والتحت وغادين ندخل البسطلة ديالي التحت يكونو يدخلو على فران بارد ما يكون سخون كنا ندخلو البسطلة نشعلو الفران باش ما يترتقش لكم الورقة ويجيكم ترتقة ويخسرش شكل ديالها صافي غزالاتي غادي ندخلهم ونبدأك نقلبهم حتى يتحمرو لي من التحت عاد نطلعهم الشبكة الوسط ونطفيل تحت ونخلغي الفوق شعل ونشعل الفرفارة باش يتحمرو لي حتى الجوانب المرواحة بنسبة اللي عندو المرواحة في الفران ديالو يشعلها وصافي غادينخلهم حتى يتحمرو لي الجوانب والفوق وغادينخرجهم وهنا يزينتهم بشوية ديال فروماج حمار بوحد شوية ديال طومات سوريز والسوريمي هو اللي متوفر عندي وخاص سوريمي كانزين به البسيطلات ديال الحوت ولكن ماشي مشكل علش لا نزينو باي حاجة متوفرعدنا في المنزل اللي هات عطينا من درزوين العين راكدتا كل قبل من من الكرش كيف كيقولو وصافي غزلاتي كان هدا هوش كالنهائي ديال البسيطلات ديالنا صارحة كيجي ورائعين بزف بزف بنانين لدادي انا كنفضلهم على البسيطلات اللي تيكونوا حلوين هادو كيجيو غزالين بزف بزف كنتمنى انكم تجربوهم وتنوعو بهم المائدة ديالكم رمضانية ورمضان مبارك سعيد اغزلاتي وته الله فريوسكم وبسلامة اغزلاتي اغزلاتي شكرا